أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومجلس الشباب المصري مشروع إطعام لمساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر يهدف المشروع لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين من خلال الدعم المادي كما يهدف لتقديم دعم صحي ونفسي من خلال شبكة للرصد والمتابعة لحصر كافة الفلسطينيين داخل مصر جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية نصرة ودعما للأشقاء الفلسطينيين سواء خارج أراضيها أو داخلها ومن ضمن هذه الجهود ياتي مشروع إطعام وهو مشروع مساعدة الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر نحن النهاردة موجودين لتنفيذ برنامج مساعدة الأسر الفلسطينية أو فيما تعلق بمشروع إطعام بنجهز حوالي ما يقرب من 2000 كرتونة من المواد الغذائية 2000 كرتونة من المواد الغذائية دي بتعتبر حاجة بنحاول أن نقدمها للأسر الفلسطينية الموجودة هنا داخل مصر سواء المصابين أو العالقين نحن أيضا عندنا برنامج أيضا برنامج متكامل لمساعدة الأسر بيقدم بهم سواء فيما تعلق بموضوع الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن بنوزع حوالي 2000 كرتونة للأسر المقيمين هنا في مصر لظروف التعليم لظروف الصحة العالقين اللي داخلين كل الكلام ده المفروض أن نحن موفرين له زي ما أنتم شايفين كده مواد تامونية وملابس وحاجات لها علاقة بالأدوية وحاجات لها علاقة بالبطاطين المشروع يعتبر مشروعا تنمويا خدميا يهدف أيضا إلى تقديم الدعم الصحي والنفسية من خلال شبكة رصد ومتابعة لحصر كافة الفلسطينيين داخل مصر ومن ثم معرفة كافة احتياجات ومتطلبات كل أسر نحن نبدأ بكذا مراحل من البحث والمتابعة وكمان تسجيل البيانات لحد ما دلوقتي الحمد لله وصلنا لنا أن نحن بنعب الكرتين وبإذن الله لحد ما نسلمها لأهلنا في فلسطين نحن موجودين هنا بقلنا 48 ساعة بنحضر المساعدات الغذائية لهم وبنحضر بعض المساعدات الأخرى غير الغذائية برضو بالنسبة للصعوبات الحمد لله تحت راية مجلس الشباب المصري احنا مش بتواجهنا أي صعوبات خالص بس هو فيه مجهود مننا بيبزل لاخوتنا وده أمر طبيعي في العمل التطوعي يأتي مشروع إطعام الأسر الفلسطينية العالقة داخل مصر ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي تنموي ومجلس الشباب المصري أحد أعضاء هذا التحالف